حكاية اخرى قالك انه الربطة مش قانونية وما كانش من المفترض انك تجتمع النهاردة وانه الاندية اللي حصل النهاردة كله مش قانوني كله اتوقع عليه وربطة الاندية في الاصل هي ربطة للاندية منتخبة من الجامعية العمومية فالاندية ارتضب ده فتمام طيب لما سألت طب يعني انا اصلا بحب ايه ابص للمستقبل وفي حاجات احنا متعودين عليها في كرة القدم المصرية ما لو الاجتماع ده في الاخر تلع مش قانوني او الكهارات ده مش قانونية هتيجي الاندية اللي هتهبط في اخي الموسم تقولك لا انا مش ههبط الاجتماع اصلا اللي خد الكهارات بتاع الدولة ده ما كانش قانوني فمثلا يعني او مثلا النادي اللي هياخد الدولة والنادي اللي هيخسر فاللي يخسر يقولك لا والله الدولة ده مش قانوني فنلغيه مثلا يعني سألت على القصة دي وقال لك أنه هما استوفوا كل الشروط القانونية الممكنة وأنه الرابطة مكملة لحد ما يبدأ الموسم الجديد أنه في اللائحة أن الرابطة دي من بداية الموسم لنهاية الموسم نهاية الموسم ده بقى مفتوح لحد بس ما نبدأ الموسم الجديد فبحسب ما قالوا هم أنه الرابطة حتى الآن قارتها قانونية واجتماعاتها قانونية وكل الشيء ماشي بشكل سريم وده أهم بالنسبة لنا أن الأمور تمشي بشكل قانوني وسليم ترجمة نانسي قنقر